والآن ننتقل إلى يوسف وخريطة انتشار فيروس كورونا بالأرقام حتى هذه اللحظة شكرا جنتال نتحدث عن الأرقام التي بدأنا فيها النشرة نحن بالقرب نقترب من ثلاثة ملايين إصابة حول العالم تجاوزنا المائتي ألف وفاء حول العالم سنتحدث اليوم أيضا عن نفس الدول التي فيها بعض النقاط المثيرة للانتباه سنتحدث عن إسبانيا إسبانيا هنا عندما نتحدث عن إسبانيا بـ 223 ألف حالة وفاء السلطات قالت أنها ستسمح للناس بالخروج للتريض اعتبارا من الثاني من مايو إذا استمرت تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الإسبانيا يخضعون لواحد من أشد إجراءات العزل في العالم حتى الآن وبذلك فيها صرامة في أوروبا منذ الرابع عشر من مارس الماضي يسمح لهم فقط بالخروج لشراء الأغذية والأدوية والعمل الضروري إذن هذه إسبانيا سنتحول إلى فرنسا أيضا فرنسا 160 ألف إصابة و22600 حالة وفاء وقالت الوزارة فيها أن 124 مريضا نقلوا إلى وحدات العناية المركزة خلال 24 ساعة الماضية على الرغم من أن حصيلة الوفيات اليومية بمرض كوفيد 19 انخفضت باضطراض خلال الأسبوعين الماضيين يعتزم الرئيس إمانويل ماكرون تخفيف إجراءات العزل وإعادة التفكير فيها يوم 11 من مايو ببدء فتح المدارس على الرغم من أن الحكومة تتحدث عن أن يجب الانتهاء أولا من تحديد الطريقة التي ستعمل بها المدارس فعليا لكن نلاحظ أنه سواء في إسبانيا سواء في فرنسا يتراجع عدد الإصابات يتراجع عدد الوفيات ويبدأ الحديث عن إجراءات تخفيف العزل في بلجيكا سنتحدث عن بلجيكا بلجيكا ليست الأرقام فيها كثيرة لكن 45 ألف إصابة 7000 حالة وفية هي هذه الدولة الصغيرة هنا فيها حالة غريبة أنجبت امرأة بلجيكية مصابة بفيروس كورونا طفلة بصحة جيدة لكن بات عليها على الأم الآن أن تتعلم كيف تعتني بمولودتها مع استمرار ارتدائها الكمامة حتى في أوقات نومها الطفلة ولدت في بروكسل في عملية قيصرية طبعا بسبب مضاعفات سابقة لا علاقة لها بمرض كوفيد 19 للأم ولكن يجري الآن فحص دم بشكل مستمر من أجل التأكد من أن الطفلة ستبقى سليمة نأخذكم إلى حالة أخرى غريبة في ألمانيا ألمانيا نتحدث عن الأرقام أولا عندما نتحدث عن الأرقام في ألمانيا وهي تقريبا الدولة الخامسة على العالم من ناحية الإصابات 155 ألف عندنا حوالي 5800 حالة وفاة في ألمانيا تجمع زهى ألف شخص في برلين في العاصمة الاحتجاج على القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد تحدوا قواعد التباعد الاجتماعي هؤلاء الألف تجمع المحتجون في ساحة روزا لوكسنبرغ في برلين في وسط برلين على الرغم من أن ألمانيا كانت قد خففت قليلا من القيود التي فرضت مؤخرا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال سماح السلطات بإعادة فتح المتاجر الصغيرة إلا أن القواعد ما زالت تدعو الناس للحفاظ على مسافة بينهم تصل إلى متر ونصف في الأماكن العامة رغم ذلك ينتشر البعض ويتظاهر البعض كما ذكرنا اليوم إذن هذه هي الحالة التي تحدثنا عنها في أوروبا هذه هي الدول التي اخترناها لكم سيكون لدينا المزيد من التفاصيل وربما القصص الغريبة في حالات كورونا مع الأرقام غدا سأعود الآن إلى شانطال